وداعا لموسم عقبالكن فحفلات الزفاف في لبنان أصبحت مرهونة بسعر صرف الدولار ليذكي لكاهل المنظمين ويضعهم أمام تحديات عديدة حلقة سنة الماضية كان بعض فرق الدولار بيريح شويل كان إحنا كإيفاند كلانر بس هيد السنة اللي صرنا عم نقبة فراش دولار يعني صار اللي حاطت بودجت براسه بنص المبلغ صار بيعمل عرس هيدا اللي صارت الصعوبة عنه يعني الدولار فقد إنته حتى ما بقى يعني أنه كنت قبل تقول ايه فيه فرق على الدولار هلأ صار مثله مثل اللبنان لا تكتملوا فرحة الزفاف من دون التقاط لحظات الفرح وتصوير فيديوهات للذكرى الكلاينتز كلهم سوا أكلوا ضرب ونحن الضرب الأكبر أكلينو كاميرات مانتونانس انترتيان ميموري كارت هيدا كلهم أثر علينا حتى الترانسبور وإلنا نساعر هلأ على بنزين على سعر بنزين محدد ونوصل لمرحلة بنص الصيفية سعر بنزين أو سعر أسعار كلها 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 عم بتطير الربح اللي كنا نربحه كان ربح فعلي كان اسمه شغل كان اسمه بيزنس هلأ صدقني ما اسمه بيزنس يعني يدوب نخلص الصيفية أو الموسم نكون قدرين نشيل أجارات الشباب وأجار المحل أما المنتجعات السياحية المنظمة لحفلات الزفاف فليست أفضل حالا من غيرها المنتجعات اللي بنعمل فيها عراس وإيفانت تأثرت كتير لأنه 3 ربع الأساس اللي تنعمل بالإيفانت هي الكوست عم تنهل عم تتسعر على الدولار أكيد النات بروفيت كتير قال الكوست حتى على الدولار عم يتغير سوى عنا كتير مشكلة بالأساس اللي منا فيكس هلأ السعر ما عم نقدر نسبته بس قد ما فينا عم نساعد الزبون إنه نهون عليه نجرب السعر يكون ثابت السعر يكون واطئ بالنسبة للدولار لأن ما تخل اللبنانية عم تكون بالسعر الليرة اللبنانية بين عامي 2009 و2019 كان لبنان يشهد نحو 40 ألف حفلة زفاف سنويا لتدخ نحو مليار دولار سنويا إذن أكثر من 600 شركة متخصصة وأربعين ألف عامل ينتظرون موسم الأعراس للنهوض مجددا اشتركوا في القناة